شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي استضافتها مدينة سمرقند في أوزبكستان بحضور ممثلين عن أكثر من 150 دولة وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة أكد فخامة الرئيس شوكة ميردانيف رئيس جمهورية أوزبكستان أن السياحة تعتبر أحد أكثر القطاعات الواعدة على مستوى العالم وأسرعها نموا حيث تشكل قرابة 10% من الناتج المحلية الإجمالية العالمية وعلى هامش أعمال الدورة التقى دكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس الوفد المشارك مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حيث تطرق إلى الخطوات اللافتة المتخذة لتطوير قطاع السياحة في المملكة كما التقى الدكتور قائدي بنظرائه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث أكد أهمية تكثيف الجهود السياحية المشتركة وأوجه التعاون للترويج المشترك للدول مجلس التعاون كوجهات سياحية رائدة ترجمة نانسي قنقر